اشرح لي رواية عكرمة وفي الآخر الرواية أساساً لا فيها هدبة والرواية من رواها عكرمة تمام؟ أي ناشي نقلاً عن السيدة عائشة ولكن الرواية ما فيها أي شيء ما فيها أي شيء رواية إنه جمت النزلة بعائشة يا لداً أنت كده وسعت منك أول أنت كده وسعت منك أول أنا بس هقول لك حاجة أنت حضرتك بتقرأ الحديث من المسلم ألا وهو حديث 282 روح يقرأ 292 روح يقرأ الحديث 292 طلعه يعني شوف الحديث 282 اللي أنت بتقرأه واللي دائما نقرأه على الناس روح للرواية 292 هتلاقي إن فيه جارية بين الرجل وبين عائشة جارية طب يا سيدي خلينا معك خلينا معك نفهم مفهومك أنت وهعملك على مفهومك أنت أن رجل نزل بعائشة يبقى حتمًا نزل في الضار بتاعت عائشة طبعاً دكوا رواية أن رجل نزل بعائشة لو جي واحد أن رجل نزل بعلي لو جي واحد دلوقتي ناصبي وقال لك آه على خليفة يا عم إسمعني بس مش أنت بتقول أن رجل نزل بعائشة يعني معناه نزل في بيت عائشة طبعاً يا عم نفس الحكاية أن رجل نزل بعلي يعني نزل ببيت فاطمة ذكر بذكر ذكر بذكر ما يصيش كالبينما رجل قريب يدخل على عائشة يا عم ما فيش مشكلة سيب الزكر بالذكر أن علي نزل بامرأة السعودية أو بروح أي دولة طيب أنت بعد ما نزل بيها يش سوى الله يبرك في عمرك نسمعني المسألة أنت تعرف أقول لك حضرك حاجة والله الذي رفع السماء بغير عاماته هو بيستغل بيستغل جهلكم بالأشياء وإلا علماءك يا ما تطاحنوا مع علماء السنة ومع ذلك ما فيش واحد أخذ رواية زي دي واستدل بيها على عائشة أو كفر عائشة أو فوحش عائشة والعزو بالله رضي الله عنه وعرضها ما فيش واحد من علماءك أتى بالرواية دي واستدل بيها على فوحشها لأنه يعلم دلالات الكلام يعلم دلالات الكلام ويعلم معاني الكلام فهو بيستغل أن انتم مش فاهمين الكلام بيحمله على غير معناه دلوقتي لما أنا لاقي رواية أن علي نزل بامرأة أن علي نزل بامرأة تمام فأنت نزل بامرأة أنا هبقى أفصل لك أنه نزل في حجرة المرأة هتقول لي لا يا ابني أنا بقول لك أنا لما بستغل في دورة عربية بنزل على شرف فلان أو بنزل على فلان تمام فاللي بنزل على فلان ده يعني أنا مثلاً اقلت دلوقتي أنا نزلت على شرف مثلاً شيخنا عبدالرحمن تمام هل أنا بنزل على بيته لا والله ده بنزلني في فندق بس أنا أساسا نازل عليه يعني نازل في ضيافته يعني أنه هو اللي محسب على الفندق وخذي بالك فليس معناه أن رجل نزل بفلان يعني معناه أنه نازل جوه داره أو نازل جوه بيته فلذلك أنت لازم تفكر شوية ليه علمائك أو الفطاحلة يعني هو مثلا اللي جابه أمير القراش ده اكتشاف هل ده اكتشاف ده مش اكتشاف يا ابني موجودة الرواية أساسا ولكن هو بيستغل ضعف المعلومات عندكم زي بالظبط زي الشاب الأيفع هل أنت عمرك بحثت عن معنى الشاب معنى الغلام الأيفع هل حضرتك أنت عمرك بحثت عنها ادخل دلوقتي أنا بقول للناس المتابعين دلوقتي اهو بقول للناس المتابعين دلوقتي يا أخوانا ادخلوا على معنى الغلام الأيفع الغلام الأيفع الذي لم يحلم بعد يعني لم يبلغ بعد الغلام الأيفع هو الذي لم يحتلم بعد فهو بيستغل النوء الضية النقاط دي عندك ضعفك في الضغة العربية وبيتكلم فيها يعني هو صغير بكل شو هي يعني رضعتها حسب الرواية صح رضعت مين يا ابن يا سيدة عايشة أساسا لم تنجب عشان ترضع لم تنجب عشان ترضع أقول لك حاجة طب ماشي خليك انت راجل ماشي الله تبارك الله انت راجل متفاهم وانت عندك انصاف تعالي انا اقول لك حاجة رواية الغلام الأيفع بس انا هجبها بالمنطلق الشيعي او بالمفهوم الشيعي ان سيدة عايشة ارادت من هذا الغلام ان يدخل عليها سيدة عايشة هنفترض دلوقتي انها تعتقد بالمتعة تعتقد بالمتعة خلاص وتقول بالمتعة السيدة عايشة ارادت ان يدخل عليها الغلام الايفع فبعسته لبنت اختها فتمتع مع بنت اختها فاصبح حراما على السيدة عايشة ايه رأيك حرام ولا حراد حرام لا مش حرام حرام على المرأة اللي رضعتها بنخطها ما اعرفش سوء انا ما اتكلمش عن رضاها ركز في كلامي انا عايشة لهم حرام لا ركز في كلامي ركز في كلامي السيدة عايشة الان تقطنع وتعتقد بالمتعة تقتنع وتعتقد بالمتعة خلاص طيب فعايزة الغلام ده يدخل عليها خلاص عايزة الغلام ده يدخل عليها فبعسته لبنت اختها فتمتع مع بنت اختها فاصبح حراما على عايشة صح؟ لا لا ليه؟ شلح عايشة ليه يا ابني لو تمتع مع بنت اختها بحرام كأنه يعني هو تجاوز بنت اختها فحرام عليها اصبح محرم عليها اذا هي بعثتها حرام عليها بس هي يعني هو دخل على بالتخت شلح عايات ده ايوه يبقى حرام عليها خلاص لانه تجاوزها وهي ما ينفع تتجاوزه بعد كده خلاص لو هو متجاوز بنت اختها ما ينفع تتجاوزه سيدة عايشة يعني ما ينفع خلاص اصبح محرم عليها يعني ينفع يدخل عليها انا ما قال هاي الرواية مع القلام نهائيا ابدا ما قالها افهم انا انا بقول الكلام ده عشان الناس تفهم يعني انا دلوقتي بدلت الرضاع بالمتعة والله انت هتقبله مش هتشوف فيه عيب مع ان المتعة اساسا مع ان المتعة رضاع وجمع وهو بيرضع وهي ترضع وبيفضل ويجمع بعض وبعد كده بيسيبها وروح يجيب بيوحدة غيرها لكن الرضاع ده تبقى عاملة زي امه يعني تبقى امه لا بيجمعها ولا بيقبلها ولا ينزل الله نظر حرام ولا اي حاجة من دي شوف انت الطريقة دي ما قابلتهاش لكن تقبلها في المتعة يا اخوانا اللي اعتيك استفهمته المثال عشان بس تبقى حفظينه يعني مثلا اللي يجي يقول لك اللي يجي يقول لك ان السيدة عائشة دخلته الغلام والغلام درع بعد درع من بنته اختيها قل له خلاص يا عام يعني انت رافض الصورة دي اه طب نغير الصورة دي لو ان السيدة عائشة رضي الله عنه ارضها كانت تعتقد بالمتعة وارادت هذا الغلام ان يدخل عليه فابتعسته لبنته اختيها فتمتع معها فتمتع اتجوزها جواز متعة هل بعد ما اتجوزها جواز متعة هل هي يجوز له ان يدخل على السيدة عائشة ام لا شوف الشيعي يقول لك ايه شوف الشيعي يقول لك ايه ما يستطيع ان هو ما يستطيع ينكر الصورة دي ما يستطيع ما يستطيع يقول لك انها حرام مع ان المتعة اقرأ رواية وجيك اقرأ رواية وجيك اتفضل اقرأ الرواية بتاعت اللبس الاخضر وتعال ان شاء الله او التاد الخضر ما يستطيع والله والله ما يستطيع يلا بس يا هو انسان طيب والله انسان يعني هو انسان ام حاجة ان الانسان يفهم يعني واحد بقول لي افتراضك باطل ما يصير طب باطل ليه تفضل اني صعادك وقول لي باطل ليه يلا تفضل يا سجاد صعادتك اه انت عندك مزي الضيوف ده اللوت سجاد مش عايز يطلع يقول لك ما يجوز تفضل لو ان السيدة عائشة كانت تعتقد بالمتعة فبعثت هذا الغلام بتعثت هذا الغلام فتمتع مع بنته اقتياب فهل اصبح حراما على السيدة عائشة ام لا ام لا الله مستهد ام لا ام ام خلاص بس السلام عليكم شكرا وعليكم السلام توضل حايدر شكرا 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 ابو عمر وامة وشاهدتنا طيب انت لما انت انسان محترم انا اقول لك محترم بص يا سيدي انت لو جالك واحد مش كويس ابن زينة والعزو بالله هتجوزوا بنتك لو جالك واحد ابن زينة والعزو بالله هتجوزوا بنتك طب ازاي والنبي اتجوز من عمر يبقى كده نسب عمر فيه شيء ولو نسب عمر فيه شيء ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز بنته صح لا لا ما اجت لك اجت لك بس احتي يعني نسب يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا عم الناس ابو زي الفل والله وامو زي الفل ومش عايز ادخل في مسألة الناسب دلوقتي لانها مش حوار ادخل انت عضلتك على حاج جوجل واجيب نسب عمر بن خطام ان شاء الله هتلزي الفل اما مسألة ابن صهاك والكلام ده كله اساسا لا يصح يعني الكلام عنها لا يصح اساسا وليست برواية وليست برواية لا يعني انتم مو مو تقولون يعني ابو ابوه ونفسه جده لا طبعا يعني ازاي ابوه ونفسه جده يعني شلون يعني ازاي الرواية المزعومة دي حبيبي الرواية دي روحي اقرأ حولها من كتبكم يا عم طب ما من كتب معلش يعني طب ما من الكتب عندكم ان نرجس قعد معانا خاس ترضى بيها ما موجودة بكتبك برضو وان السيدة حميدة عندكم جلس ان خاس يعني وحبي جميحها اكتر من مرة يعني ما دي من كتب تأخذ بيها كتاب الصقالة في معرفة الصحابة كتاب الصقالة في معرفة الصحابة يا عم هو كتاب ده قرآن روح يلا لا يعني روح يلا والله انت متفهم يعني حقدوا مع الصحابة للأسف الشديد يعني 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 عارف انت الشيعي الشيعي بيظن ان هو لما يطعم في الصحابة فهو بذلك ينتقم لأهل البيت وما يدر المسكين يعني حتى كمان أهل البيت والله أخذوا من بنيه ومية مش أخذوا من الصحابة بس والله ده أخذوا من بنيه ومية يعني انت حط انا بقول الشيء حط نفسك مكاني انا لما لاقي النبي صلى الله عليه وسلم جوز المنافق عمر بن خطاب اتجوز منه بنته وتجوز من بنت المنافق ابو بكر الصديقي اتجوز عائشة وتجوز بنتين والاتنين المنافق طب دي مبلوعة يعني لا ماشي اتجوز بوس اولا حاجة يعني اتجوز بنت عمر عشان يتقي شر عمر ماشي نعدناها مبلوعة مفيش مشكلة اتجوز بنت ابو بكر الصديق حتى يتقي شر ابو بكر ونفق ابو بكر الصديق طب اشلون بقى جات نفس النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يجوز بنتين والاتنين المنافق يعني واحدة تموت فيجوزه التانية طب اشلون دي نفسها فهامة دي بقى اللي مش هدود يدخل العقل يا ليت يا شيخ وليد يا ليت ان هالموضوع هذا سهل كثر ما سهل طعنهم في عائشة ملمنين موضوع والله العظيم يا شيخ وليد جبار جبار ماني عارف يعني هل هو يعني يخش على بند ان يهز عرش الرحمن من كثر ما هم بيطعن بشرفر النبي عليه السلام اه طبعا والله والله العظيم اقسم الله يا شيخ وليد اني احزن مليون اطعن نفسي مليون مرة اشلون يطعن واحد يطعن في امه اشلون هل هي دياغة هو ما بيعتقد انه امه يقولك انا ما بيعتقد انه وامن هو امر بالخطاب يطسق الله العقل نفسه العقل نفسه هو امر بالخطاب لظل عنه عشان يكسر ظل فاطمة العموم جزاك الله خير انا ترحيب ربنا بالفيك والله يرحم لك والله امين وعيك والله امين وعيك جزاك الله خير مع السلامة يعني انا عايزني ازاي اقبل يعني انت حط نفسك مكاني بص يا اخوان خلوها كده واحدة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم اخد حفصة بنت عمر وعمر منافق عند الشياء النبي صلى الله عليه وسلم اخد عائشة بنت ابو بكر الصديق وابو بكر الصديق منافق عند الشياء النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنتيه الاسنين لمنافق ألا وهو عثمان ماشي علي ابن ابي طالب نجوز بنته لعمر بن خطاب المنافق اشلون مش مشكلة علي ابن ابي طالب اتجوز مرات ابو بكر الصديق بعدما توفي ابو بكر الصديق ورب ابنه اللي هو محمد بن ابي بكر اشلون برضو نعديها مفيش مشكلة مفيش مشكلة دي كلها مشاكل بس ماشي عديها علي ابن ابي طالب سمى اسماه بابو بكر وعمر وعثمان اش يا جماعة الخير هو الرب بتاعكم ده يعني رب موجود كده اسمه الفتان العليم مثلا يعني هو ربكم ده اسمه الفتان يعني ما كانش ليه مينفع اساليب احسن من كده يبين لنا النفاق ابو بكر وعمر وعثمان يعني لازم النبي ياخد منهم يتجوز منهم يعني لازم عليه يتجوزهم يعني لازم عليه ابن ابي طالب يتجوز مرات ابو بكر الصديق بعد ما ما يموت يعني هو لازم عليه ابن ابي طالب يسمي باسماءهم الله المستعان ماشي حسون عشان عايز تنام تفضل حسون قبل ما تنام حسون تفضل السلام عليكم وعليكم السلام احسوني وعليكم السلام تفضل حسوني بس كلام وعليكم السلام تفضل حسوني بس تتمنى منك ما صع دول العيال على قولتكم المصريين الزغار الله المستعان لان هذولة جهلة وامير القريش تارس اذانهم على عمر وعائش هسا احنا ما علينا بين سنة وشيعة انا مثل ما تريدنا احترم رأيك واحترم معتقدك بان انت سنة محترم انت هم احترم معتقدي واضح الكلام شيخنا واضح ان شاء الله بس هي ها يعني لا تسيبونا لا تدخلهم بنا وما ندخل بنا يا ريت في احترم والله العظيم انا احترم كل محترم لكن تصاعد واحد دلوقتي تلاقيه جاب سيدة ابوك وامك واللي خلفوك وبالفاظ يا ريت انت كمان ابوك وامك ويجتمل الصحابة بالفاظ ملاش لازم يعني هي دي تربية ما يصب عائشة رضي الله عنه شكرا انيك احس قديني نفست الطلب بتاعك قبل ما تنام المفروض ان انت هتنام دلوقتي وراح واحد بيقول ليه شرح رواية عكرمة اهو ده تقول له يبلعليك اهو ده تقول ليه تحس ان انت في شغل عيال صغيرة لعب عيال صغيرة لعب عيال صغيرة هو لسه شرح الرواية اساسا والله العظيم هو ما يعرف اساس ان ايه رواية عكرمة ولا ايه عكرمة بتكلم عن ايه هو سمع اشرح رواية عكرمة فجاي وليد كاسرة فجاي يقول لك وليد كاسرة لكن يفهم يعني وليد كاسرة ومعنى وليد كاسرة ويعني قيلت لماذا وليد كاسرة وليه شيخه حب يهرب بمسألة وليد كاسرة ولا شيخه وليه حب يهرب بمسألة اشرح الرواية حاجة غريبة والله تحس ان انت بتكلم بغبغانات والله بغبغانات اهو تفضل ولك اشرح الرواية اشرح الرواية شو اللي يا صغيرة تحس ان انت عاملين جروب كده وقوله الوليد اسماعيل النهاردة وليد كاسرة فقوله ييجي يقولك وليد كاسرة من غير ما يعرف ايه اساسا معنى وليد كاسرة او خيلة ليه اه روحوا النهاردة بس وليد اسماعيل يقفلوه فييجوا يقفلوه روحوا على بس وليد اسماعيل النهاردة فقولولوه اشرح الرواية فييجوا اشرح الرواية فالله مستعان حاجة غريبة والله العظيم بس ان شاء الله الخير قادم والله الخير قاضي على قد ما هم بيشتموني على قد ما هم بيحبوني ايوه الله العظيم والله العظيم بقولك اهو والله بيدخل لي شيعة بقول لي بحبك في الله يا عم انت شيعة يقول لي بس انت راجل محترم يعني خلتنا نحبوك غزبا عننا الله مستعد ايوه الله العظيم يعني اقول لك وليد كسرة وبيحبني اقول لك وليد مش عارف ايه وبيحبني طيب هنعمل ايه طيب محبوب يا جماعة هنعمل ايه طيب أقطع نفسي يعني السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وتفضل يا بصرون شوانك شيخ شوان صحتك والله بخير حيل الحمد لله الله يعفظك شيخ نبي لا زحم عليك احنا بالبداية نبدأ كلامه هو احنا اخوان سن وشيعاء اخوان ان شاء الله صح اخوان لا مو اخوان في رأيك تفضل كمل كلامك وانا انت زاعة تبرك انت اخوية وفي نفس الوقت بتستعمل التقية معايا وفي نفس الوقت بتسبيني من ورايا وفي نفس الوقت بتنشر حاجات على المزهب على ديني انا ما اسبك ما من اخلاقي اسبك ولا مسموح لي اسبك انا احترمك اخو مسلم انت طيب يعني انت دلوقتي اخوية واحنا كلنا مسلمين زي بعض ما انت بتقول وغلبها لك عديك تست صغير اختبار صغير تمام لو طلع لك ابن لو طلع لك ابن هتعلمه ان الخليفة الاول هو عمر ابو بكر الصديق ولا هتعلمه ان اولى بالخلافة هو علي ابن ابي طالب علي ابن ابي طالب اكيد طب خلاصي بقى ما تقوليش بقى انت اخوية بقى واخوانا واحد واحنا مش عارف ايه شفت بقى انا شفت بقى طلعت التقية منك ازاي بسرعة الصاروخ ازاي اللهم مساء الحكاوة دي بالش منها يعني انت ابنك اساسا هتعلمه الطائفية من صغره ولما احنا نيجي نوقف قدام الطائفية تقول لك قصي احنا ايه اخوة قصي السن اخواتنا وبعدين ما تنشروا دينكم الا عند السن يعني الا في بلاد السن يعني يقول لك احنا اخوة واحنا مش عارف ايه والسنة دول انفسنا وما تلاقوش اشاسا بينشر التشيع الا في البلاد السنية ولما واحد يعلن تسننه كأن حصل لهم مات كأنه معصوم مات النهاردة لما واحد بيعلم تسننه والله المستعان فحاجة غريبة والله طيب يا اخوة ننقود سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك وانتوق لك وبقر ان شاء الله نصعد معكم شوية كده بعد اليوتيوب بكرة ان شاء الله اليوتيوب بساعة عشرة هنكون على اليوتيوب وعلى الفيسبوك الساعة عشرة بإذن الله تعالى بكرة بإذن الله تعالى فننتظركم بكرة ان شاء الله على اليوتيوب الساعة عشرة بالليل بتوقيت مكة وبتوقيت العراق ان شاء الله تعالى ننتظركم بكرة يلا اخوانا وبعد اليوتيوب هنطلع شوية بالليل على التيك توك ان شاء الله ويا ريت يا اخوانا تنشروا الصفحة دي عشان انا محظور بالصفحة الثانية يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك